موسيقى مساء الخير و اهلا و سهلا بكم مجددا في برنامجكم الاقتصادي و الاجتماعي المؤشر المدينة الجديدة يعني انا كنت علقت على هذا الموضوع عندما اقرته او تحدثت عنه حكومة هان الملقي لتأتي بعدها حكومة عمر الزاز وتقول انه هذا مشروع مر مرور لكن لا شك بمشروع بهذا الحجم و بهذا الافق ايضا رغم انه لم يقر بعد بشكل رسمي اثار و سيثير الجدل انا لن اتحدث كثيرا عن المشروع اللي بكلف 8 مليارات دينار و على مرحلتين و على مساحة مساحة من الارض بـ 277 الف دنوم وسيتم نقل بعض الدوائر والوزارات اليه وايضا ستتكفل الحكومة بالبنية التحتية لكن مطلوب من القطاع الخاص الاردني والعربي انهم يمولوا هل نحن سؤالين هل نحن في الطرف لنستطيع ان مول بنية تحتية بهذا الحجم في الاردن وسط عجز ومدنية كبيرة ام ان المدينة الجديدة حاجة لامتصاص التوسع السكاني وزيادة السكانية وفعلا احنا بحاجة لمدن جديدة ام لا ارحب بضيوفي السيد كمال العواب للرئيس جمعية مستثمرية قطاع السكان وايضا سيد نضال يونس حضو مجلس ادارة في جمعية مستثمرية قطاع السكان للحديث حول هذا الموضوع وابدأ مع ضيفي الاول سيد كمال شو رأيك بالمدينة الجديدة هل هي حاجة فعلا بضروري اليوم احنا بحاجة الها ام انه لا خلينا نروح على الاحياء نوسع الاحياء نوسع المدن استاذ الكريم هو الموضوع جديد وقديم بنفس الوقت زي ما ذكرت منذ عام 2017 تحدثت الحكومة عن مدينة جديدة وكان للأسف ايامها تكلموا عن ان الذي يعلم عن الموضوع شخصيا وثم قالوا خمسة اشخاص يعني انا بدي امطلق من هاي النقطة لا انا ولا انت ولا استاذ منهم والان نتحدث عن مدينة جديدة تبعد عن عمان اربعين كيلو متر عن المطار تلات تلاتين عن الزرقة ستة وعشرين كيلو متر بداية انا اعتقد ان البلد بحاجة الى مشاريع ضخمة تستوعب الايد العاملة وتعمل متنفس لاقليم الوسط خاصة بما يتعلق بالاكتضاب وعدم توفر وسائل المواصلات الجيدة انا بدي ابدأ من كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور بشير خصاري يعني جلالة الملك اشار انه لابد من تذليل العقبات امام الاستثمار الوطني والاجنبي والمضي قدما في جذب الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية الكبرى وهذا مشروع استراتيجي كبير وانجاز مشاريع الشراكة ما بين الغطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة الان هذا مشروع استراتيجي كبير نعم هو من كتاب التكليف السامي لكن ايضا هناك لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة انا وجهة نظري ان لا نملك ترف اقامة مدينة كما حصل في العديد من دول العالم اذر ريجان مصر البرازيل مصر عملة عاصمة ادارية ماليزيا ايضا الامارات مدينة مصدر فهذه مدن اوجدت انا اليوم اذا بدأ اوزع التنمية انا مع اقامة ساتلايت سيتز حول مدينة عمان كما كان مثال ابو نصير كانت خارج مدينة عمان والان اصبحت يزور بن عمان بحيث يكون هناك مدينة في شرق عمان ساتلايت سيتي واخرى في شمال عمان وفي جنوب عمان وممكن ايضا يكون في غرب عمان الثماني مليار انا بوزعهم مليار ونصف مليار ونصف بعمل تنمية في كافة المحافظات ايضا لا نتحدث فقط عن عمان لماذا لا يكون هناك السلطة الجديدة واربد الجديدة وهذا شيء موجود على ارض الواقع اليوم في اربد بمنطقة جسر العلمي سلم كان في شيء اسم الزرق الجديدة نعم ولا مدينة الكارك الجديدة مدينة خادمة حرمية نعم الآن بدي ارجالك على نقطة ثانية انه احنا اليوم عنا تجارب سابقة وتحدثنا عن المدن عنا مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع مؤسسة موارد وكان اسمها سابقا مدينة الزرقاء الحدائقية ثم تحولت الى مدينة الشرق ثم تحولت الى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز هذه مساحتها بحدود الالفين وخمس مئة وخمسين دنم وكانت الخطة الاستراتيجية لموارد ان تسع هذه المدينة بعام الفين وعشرين نصف مليون نسمة ثم انتقل هذا الرقم انه هذا نصف مليون نسمة بالالفين وخمس وعشرين يعني انت بتدلل يعني حاسبين المثال انه هي نموذج نموذج موجود فما الذي سيضمن موجود بنية تحتية مجاح المدينة الجديدة موجود عندي بنية تحتية في هذه المدينة اليوم عدد سكان المدينة لا يجاوز ستة وعشرين ألف نسمة موارد بتعلن ستة وثلاثين ألف نسمة لي يكون ستة وثلاثين اين النصف مليون مواطن واين الخمس وسبعين ألف شقة يعني انت من هذا المنطلق غير متفائل ايضا عندي مدينة المجد هي حكاية فشل فشل فيها المستثمر ايضا ومدينة أهل العزم يعني انت اليوم تهبط من مطار الملكة علياء وبتصعد بالطيارة تنظر إلى يسارك أو يمينك حسب الهوط أو النزول تجد مدينة أشباح اللي هي مدينة أهل العزم وهي مساحتها سبعة ألاف دنوم وعطيها المستثمر يعني هاي أمثلة نعم وهذه المدن مدينة الملك عبد الله ومدينة المجد ومدينة أهل العزم كلها في اتصال بيناتها هي في شرق عمان وفي البادية وتستطيع أن تعمل تواصل ما بيناتها طيب أنا خلينا أتوقف معك عن داد الحد وأرجع لك سيد بضال اليوم الحكومة بتقول أنه أنا لازم أروح شرق وأحيي الملاطق يعني شرق عمان وما بعدها نعم لأنه في ضغط سكاني في الزرقة في ضغط سكاني في عمان وبالتالي هناك حاجة وجايين على ضغط أكبر جايين على ضغط أكبر ويعني هل هذا مبرر كافي لإنشاء مدينة جديدة برأيك والله يا سيد يا أول شيء الله مساء الخير وسألنا شكرا على الاستضافة الحاجة أكيد موجود لهذا النوع من المشاريع وأنا مع أنها تكون يعني أخالف أخوي الأخ كمال بأنه توزيع كلفة هالمشروع على أكثر من منطقة بالعكس يكون فيه أكثر من منطقة كويس لكن نحن بحاجة لمدينة كبيرة زي هاي ولأسباب كثيرة أول إش الحكومات من السبعينات القرن الماضي وهي تطالب بمدن كبيرة واللي تكون تستوعب الأعداد الضخمة اللي عم بتزيد بالمملكة وكلنا عارفين الهجرات اللي عم بتسير وعارفين النمو السكان اللي عم بسير فعاد أنا مع مئة بالمئة مع هذا المشروع ومع إنها تكون بتنظيم عالي ومع التكنولوجيا اللي نادى فيها جلالة الملك والكل اللي عم بنادي فيها والحمد لله التكنولوجيا الحديثة هلأ اللي نحن عم بتسير الثورات التكنولوجية رح تساعد جدا إذا تنظمت بشكل سليم وإذا هي التشاركية مع جميع القطاعات القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية أنا بقول هي ضرورة وضرورة جدا للأردن بناء على بس هي مش بديلة جديدة هي داخل عمان يا سيدي ثلاثين كيلو عن الزرقة وعن عمان هي بالعكس جديدة ولأنها أصلا يعني أرض نسميها أرض لسه جديدة بالعكس نقدر نحن نطلع فيها كل شي ونستفيد من خبرات الدول المجاورة اللي قامت بمثل هيك مشاريع بالعكس بنية تحتية صح فأنا بتوقع أنه هي ضرورة وإن شاء الله إنها بتتم وإن شاء الله أنه منلاقي الدعم من الجميع من جميع القطاعات الحكومية والخاصة بتشجيع كمان تخطيرك كم قطاع إذا بناء إذا كان فيه فعلا بناء هذا المشروع القطاعات المستفيدة خلينا نحكي نحن بقطاعنا اللي نحكي بقطاع الإسكان نحن قطاع الإسكان لما يزدهر فيه على الأقل سبعين قطاع هم مستفيدين من المشاريع التنموية هاي مشاريع الكبيرة فعد ما بالك بالقطاعات الثانية لأنها هي مش رح تكون والله بس مشاريع إسكانية نعم مشاريع إسكانية مشاريع المقاولين رح يكونوا مستفيدين لكل رح يكون مساحات كبيرة ونحكي عم نحكي عن تنوع كبير مش بس وهي متنفس رح تكون وهي رح يكون تخفيف الضغط عن عمان احنا من شايفين الضغط اللي كدش حاليا موجود طيب سيد كمال هل باعتقادك المشروع بهذا الحجم سيؤثر إجابا أم سلبا على الإقتصاد أكيد سؤالي في بعدين سيد الكريم أكيد أنت لما اليوم تحكي عن مديونية تجاوزت المية وعشرة بالمية وخدمة الدين أيضا مكلفة وإحنا أيضا محدودية الموارد والهجرات خلينا نحكي اللجوء إلى الأردن سواء كان اللجوء السوري وغيرهم المناطق اللي بتشكل ضغط على الماء والكهرباء والغذاء وكل شيء باعتقادي أنه التوزيع السكاني في الأردن في عدم عدالة حيث أنه 86% من السكان بتواجدوا في محافظتي العاصمة عمان الزرقاء وأيضا محافظة إربد وهذا يشكل فقط مساحة 10% من مساحة المملكة هنا في خلل التمركز لصالح المدن الكبرى عمان زرقاء ثم إربد أيضا إذا بنا نحكي هذا ينعكس على فرص العمل المتاحة يعني عندما طرحت العديد من فرص العمل تجد أن الزرقاء وعمان تستحوذ على 78% من فرص العمل أين يذهب الباقون يعني أنا بدي أعلق أنا لست ضد المشروع أنا الآن مع مشروع سترايت سيتز بيكون بتناسب مع إمكانياتنا لكن المشروع الكبير أنا باعتقادي ليس قرار حكومي فقط يجب أن يشارك بيه مؤتمر وطني عام جميع الستوك هولدرز خلينا سميهم اللي لهم علاقة من علماء اجتماع من مخططين يعني طمان التمويل اليوم لما بتيجي تحكي بدك تروح على منطقة منبسطة الشعب الأردني نحن متعودين على الجبال وعلى الفيوز اللي بتصير خاصة نحن بعد جائحة كورونا شو صار في الناس اللي انخنقت بسبب عدم نظام الأبنية في بدينة عمان وعدم وجود بلاكين أو تراسات نعم فالآن انت بتحكي ايضا انتقال الى منطقة صحراوية هي الصحراء الصحراء الشرقية راح ما بين الخط السعودية وبغداد يعني حسب الوصف صحيح انما انت بتحكي هناك انتقال الى ثلاث درجات حرارة أعلى في الصيف وأقل ثلاث أربع درجات لأنه البرد الصحراوي بارد جدا اذا هناك كلف للطاقة ايضا انت عملي سبب هو بيحكولك احنا طاقة نظيفة لما بدك تنقل الوزارات والدوار الحكومية طب اين يذهب اللي بروح يوميا على الصلق او جرش او عين الباشا او المناطق هاي ما رح يرحل انما ما زالت مشكلة المواصلات قائمة بينما بستلايت ستز انت تستطيع تجعلها قريبة من الطرق الدائرية حول مدينة عمان والصلق واربد وغيرها بحيث انه يكون لها منافذ ايضا انه هذه المدينة اذا انت بدك تجيب لها استثمارات اجنبية انا اعتقد انه المستثمر الاجنبي سينظر الى المؤشرات اللي موجود فيها الاردن مؤشرات التنافسية ومؤشرات الشفافية وغيرها واللأسف نحن نتراجع فيها وايضا انت بحاجة الى بيئة تشريعية وتسهيلات الى هذه المستثمرين يعني تستطيع استخدام مستثمرين من الصين بطريق البي او تي ابني وسلم يعني هم عينهم على التجربة المصرية عليت حال سيدي التجربة المصرية يعني طالما انك ذكرتها اليوم على حافة الافلاس الجنيه المصري المئتين جنيه صاروا ساول دولار وهذا مؤسف يعني هل انت متخوف انت تكرار اكيد طبعا ومصر عندها امكانيات قناة السويس عندها نفط عندها غاز عندها ماء بس الحكومة ما حكت كيف سيتم تمويل سيدي احنا انا بعتقد يجب ان يكون هناك ملتقى وطني كل ستوك هولدر يجلسوا على الطاولة ناقش الموضوع ملتقى وطني نعم بحيث تحكي حسنات وسيئات واختيار المكان ايضا انا مع مشروع ضخم ينقذ الاقتصاد الاردني ويشغل الايدي العاملة لكن ليس بالطريقة اللي طرحت سابقا وحاليا سيدي يعني سبب ارتفاع اسعار الشقق في عمال اسعار الاراضي اسعار الاراضي يعني فضل اسف هل تعتقل انه مع مثل هذا المشروع اللي بتضم اسكانات يعني الخطة اللي يضم اسكانات سيساهم بشكل او باخر في يعني تخفيض اسعار او تكليف السكن على المواطن بشكل او باخر اكملت السؤالة والله يا سيدي بالنسبة لارتفاع اسعار الشقق فيه اكثر من سببه ومش بس سبب واحد اللي هو الاراضي انت حكيت جزء اه انت حكيت جزء انتفضلت هو هو وارد طبعا وسبب مهم جدا اللي هو ارتفاع اسعار الاراضي لكن في عنا نحن الضرائب اللي الدولة عم تفرضها هاي هي كان من اهم الاسباب اللي اكثر من مرة نحكى فيها واخو السيد كمال اخونا رئيس الجمعية حكى فيها كثير يعني معروف مش مش اشي سر هلا هذا بترجع على قرارات الحكومة وتشريعات الحكومة شو ممكن هي تفرض هلا اليوم اذا بدنا نزل نحن بحدود 30 بالمية من اسعار الشقق بدون ما نعمل مدينة جديدة ممكن تنزل اسعار الشقق من خلال الضرائب اللي هي عم تفرضها لكن نحن منقول انه هاي المدينة راح ان شاء الله انها راح تكون هي يعني هي عامل رئيسي لانه النهوض بالقطاع ونمو بالقطاع للإسكان طب هل تعتقد انه القطاع للإسكان والاستثمار الموجود يعني جاهز للدخول في مثل هذا المشروع الضخم من ناحية الابنية من ناحية المساكن الموصفات الجديدة للأبنية يعني اللي هو عم تقول لك أبنية ذكية صديقة للبيئة عنا احنا عنا القدرة على تنفيذ مثل هاي الأبنية يسيدي سؤال حلو وال وال يعني ثقة الحمد لله في الكفاءات اللي موجودة عندنا اللي هي موجودة وعم تطلع ما شاء الله على الدول الخليج وتطلع على أوروبا وتطلع على كل محل مش عم المدينة الذكية أو المدينة اللي عم نحكي بنحنا بصددها واللي الحكومة أعلنت عنها واللي زي ما حكتلك هي من 2019 وعلنا عنها لكن بسبب جائحة كورونا تأخرت شوي مش عم نحكي عن الوصول إلى المريخ والقبر لا بالعكس عم نحكي على إشيء لكن برجع و بقول لك هو مفروض التشاركية مع جميع القطاعات عنا مهندسين كفاء عنا مستثمرين جاهزين إنهم فترة من الفترات نحن كتير مستثمرين هجروا القطاع و طلعوا لبرة كانوا يشتغلوا برة لأنه أنا مش عم بتهيأ فإذا اليوم نحن هيأنا و عملنا نظمنا صح و عملنا مخطط صح ليش لا يعني عنا ما شاء الله كفاءات قادرة قادرة فعلا إنها تعمل شيء مرتب اللهم تكون بنية تحتية وبالمناسبة يعني الرقم اللي عم بنحك فيه مش هالرقم الكبير للحمد لله للدولة زي الدولة الأردنية اللي عم تشتغل بقيادة جالة سيدنا و بقيادة و بالمسؤولين الشرفة اللي فعلا بغاروا على مصطحة البلد سهل جدا أنهم يعملوا مثل هيك شغلة و إن شاء الله إنها بتتكر إنها بتتمشي بأكثر من جهة يعني هي الكلفة مش هال طيب سيد كمال نحن بولية تحتية عم نحكي نحن بولية تحتية لا هو كل باب عرف عني قل ليش كل في المشروع الأبنية لستثمار ضخم طيب سيد كمال أنت ضربت أمثلة على نماذج فاشل نعم و أنت بتراهم أو تتخوف من أنه هذا المشروع ممكن لأنه ظروفه و مكانه و موقعه مشابه بشكل أو بآخر لمواقع مدن صغيرة حجما أنشئت و فشلت في أن تستقد سكان نعم بتعتقد أنه لو نقل إلها فعلا وزارات خدمية مهمة و خدمت بشبكة مواصلات يعني أنه ممكن تاخد فرصة لاستقطار مستثمرين وسكان وبالتالي تنجح يعني يعني أعطيك بتوضيح أقل أنا باعتقادي أنه الاستثمار العقاري لازم يكون التفكير بشكل تنموي كامل لا يكفي فقط أني أنا أقول أنه أقمت وزارات أو نقلت وزارات إلى كذا بدي شراكة نوعية مع الحكومة تكون محفز للاستثمار الواقع محفزة أنا كمستثمر بدي أمني مبنى وأوقف ما ألاقي زبائن للشراء معناته أنا تعطلت حالي وهذا ما حدث مع المدن اللي ذكرت لك بسبب بعدها عن الخدمات اليوم الإنسان بطبيعة حالته يبحث عن الاستقرار والتوازن في حياته لما بدي أشتري أنا بيت جديد صح أنا اشتغل في المنطقة الفلانية وجدت وزارة أنا صاح بالقرار بحدد المكان أو السعر المناسب لإمكانياتي المدخراتي لكن أهم شغلي مكان عملي إذا كانت مكان عملي موجود هل هناك خدمات من مدارس ومستشريات ومراكز تسوق ودور عبادة ومواصلات وحدائق يعني بالتسلسلية أول شيء بيسأل عن نفسه مكان العمل ثم مدرسة ولاده دور العبادة الحدائق مراكز تسوق وغيرها أنا باعتقادي المشروع ضخم جدا وبحاجة إلى إدارة وبحاجة إلى دراسة أكثر وتفكير أنا اللي بقوله أنه لماذا لا يكون هناك مد ما بين مدينة المجد ومدينة أهل العزم ومدينة الملك عبدالله بن عدد العزيز وهي تقع تقريبا على هلال واحد بحيث أنه أستغل البنية التحتية اللي موجودة هناك احنا بنحكي مدينة أهل العزم سبع تلاف دنم مدينة الملك عبدالله بحدود الـ 2500 دنم هل تقصدك التحول هذه إلى المدينة المنشودة بحيث أنه أستغل البنية التحتية أيضا بغفر الحالي اللي أصلا موجودة أيضا إحنا بنعرف أنه مثلا هذه مدينة المجد ومدينة أهل العزم يعني أهل العزم لا مي ولا كهرباء ولا شبكات صرف صحي ولا بنية تحتية جيدة وهي على بوابة الأردن اللي هو المطار ومش مسكونة مش مسكونة لا المشروع متوقف المشروع ما زال في أعمال الهيكل متوقف منذ أكثر من عشر سنوات فأنا بعتقادي أنه إحنا بحاجة إلى تشريعات بحاجة إلى تسهيلات على هذا القطاع بحاجة إلى دراسة العبد الضريبي بشكل عام قبل المباشرة في الذهاب إلى تلك المناطق يعني اليوم إحنا بعتقد أنه هناك آخر استراتيجية وطنية للإسكان كانت في عام 1989 اليوم يجب أن تتحول هذه الاستراتيجية إلى تصبح استراتيجية وطنية للإعمار لا مش للإسكان بحيث أنه نمشي خطوات للأمام إحنا لازم يكون في تشبيك بيننا وبين الحقيقات الدولية اللي قادرة على إحنا موجود عندنا أكثر من نهائة دولية سواء كان ليو أنحابتات وفي تعاون مع البنك الدولي وغيرها فأنا بدي إياها هذه الاستراتيجية الإعمار تتوافق مع رؤية الأردن 2030 إحنا شاركنا برؤية الأردن 2015-20 وراحت وما صار شيء للأسر أكثر من رؤية أكثر من رؤية ولا في رؤية تحديث اليوم واليوم في رؤية جديدة إحنا اليوم لن نتحدث عن 157 ألف مواطن سيسكن هذه المدينة في 2030 يعني أنت بتحكي قطاع الإسكان وإحنا من هذا القطاع ومن رحمه زملاء نقادرين على إنشاء أكثر من الحاجة الوطنية بالأردن اليوم 68 ألف شقة سنويا إحنا ننتج 40 إلى 45 ألف شقة سنويا إذن إحنا بحاجة إلى ثلاث سنوات وليس إلى سبع سنوات اليوم تحكي أنت بال2030 لن تسكن 160 ألف مواطن أنا مستعد أسكنهم لا 160 ألف مواطن 2050 بالنهاية المشروع مليون بالنهاية المشروع أنا بحكي 2030 160 ألف مواطن أنا بستطيع خلال ثلاث سنوات إذ لم يكن أقل أني هذولا منهم في المنطقة لكن إذا أنا قمت بالاستثمار في تلك المنطقة وأمنت هذه المساكن هل سيجدوا ساكنين إذ لم يكن خدمات القنية التحتية أولا والمدارس والحلفة أيضا والمستشفيات كل هذه الأمور أقيمت ثم يبدأ إذا نقلوا لها وزارات بدي يكون في جدوى إذا أنت نقلت الوزارات سيدي أهم شغل اليوم وسائل المواصلات النقل إذا لم تعمل خط قطار أنا ما زلت أحكي حتى توزيع مكتسبات التنمية ولذلك ذكرت ما جاء بكتاب التكليف السامي أنه تحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة أنا مع إنشاء مدينة إربد الجديدة السلط الجديدة الكراك الجديدة الطفيلة جديدة معاني جديدة ما المطلوب من الحكومة لإنجاح هذا المشروع وما المطلوب حتى تغريكم أنتم كمستثمرين أنكم تصرفوا مصاري هناك في أحمرات في شقاك في بساكن وبالتالي تجدوا تضمن أن تجدوا لها زبائل يعني سيد كبال ضرب أمثلة أنه في مدن اليوم مش مسكونة رغم أنه يعني كلفت كثير وتورط فيها بعض أو عدد من المستثمرين في قطاع إسكان ماذا تطلب أنت اليوم للحكومة تعال إيش بدك أنت بالحكومة حتى تدخل في هذا المشروع أنت كمستثمر وبالتالي يعني ضمانات خذنا نحكي تمام سيدي أول إشي الحكومة مش مطلوب منها أكثر من ما هو عملته واللي هي إنها تفكر وإنها تتابع الفكرة اللي هي حكينا إنها بدت من سبعينات القرن الماضي وعم بشتغلوا عليها فعاد الحكومة ما قصرت بهذا المشروع على أن تعمل التسهيلات اللي أنت حضرتك هلأ عم تسأل عنها هلأ شغلت أنه أجد مواطنين يسكنوا بهاي المدينة هذا تحصيل حاصل لأنه اليوم الزيادة السكانية الكبيرة هي رح تفرض عليهم غصب أنهم يسكنوا اليوم نحن يعني اليوم مش بدي أترجاه ولا تعال أسكن طب هاي الزرقة مثلا الزرقة مضغوطة كثيرا بسرقة ما هيك الناس برعوش على مدينة الشرق يعني الأمثل اللي حكاها مدينة علوة جميلة مزبوط صح كلامك لكن كان في يعني كان في كثير أخطاء وإن شاء الله هم بتجاوزوها بهذا المشروع البنية التحتية شوف البنية التحتية هي أهم إشي الحكومة لازم تعالوا ولما هو يحط مثل هيك رقم وإن شاء الله قابل للزيادة وأنا أكيد متأكد أنهم راح يزيدوا إذا بدأ العمل في هذا المشروع أو بدأ العمل فعلا أنا مش مش شايف أي تخوف بناء على الزيادة السكانية العالية اللي راح تصير أنا مش شايف أنه فيها الحكومة مطلب منها عاد كثير شغلات زي ما حكينا اللي هي تراعي موضوع الضرائب المواصلات اللي تفضل فيها سيد كمال هذا إشي مهم جدا هي الوصول إلى هاي كمان المركزية اللا مركزية اللا مركزية اللي بتطالب فيها الحكومة أنه فعلا نحن ما نخلي تركيزنا بالدوائر الحكومية والوزرات على جهة معينة وإلا اليوم أنا نقلت الأزمة من عمان القديم يخلي نسميها إلى المدينة الجديدة فعد لا هو أنا مع أنها اللا مركزية تكون ومع أنه يكون في وسائل وواصلات سهلة للوصول إلى هاي المدينة ما أعتقد الخطة من العشرين تنتهي بالخمسين مش مش إشي كبير إني ألاقي ناس تسكن هاي طالما أنا وفرت وفرت كل شي وفرت الطاقة وفرت يعني بس أنتبع أن يكون فيه لها ظروف مختلفة طبعا أكيد طبعا مية بالمية لازم يكون فيه تشجيع طبعا الخصومات ضريبية مية بالمية وهذا هذا اللي أصلا نحن نطالب فيه منها لأ قبل حتى ما تسير المدينة التفاصيل تبع معاناة قطاع الإسكان وهذا اللي نحن حبينا نحكي فيه من الأسر هذا جزء الثاني من الحلقة إن شاء الله نخلص صلة بالمدينة الجديدة بعد الفاصل ونحكي في هموم القطاع ومشاكله فاصل ونعود لكم بعضها مشاهدة سافر معنا بأقل الأسعار عبر الأردني للطيران إلى الشارقة كل أحد خميس شو مستني يلا احجز مع الأردنية للطيران السفر معنا غير في خطوة بتسهل عليك اللي بعدها بتخليك تمشي بثبات تفتح لك أبواب جديدة بتكبر طموحك أكتر وأكتر بتزيد الفرص بطريقك وبتحافظ على المكان المميز اللي بتستحقها خطوتك بمكانها مع اسكان بلوس برنامج جديد بمزايا بنكية جديدة بنك الاسكان بنكي للحياة التداول بالدوثقة وخبرة شركة آدميرلز خبرة 21 سنة في مجال التداول بالعقود مقابل الفروقات للعملات والذهب والنفط وغيرها مرخصة من هيئة الأوراق المالية في الأردن ليش تتداول مع آدميرلز الأردن؟ فروقات سعرية منافسة إداع وصحب سريع ندوات تعليمية مجانية آدميرلز طريقك للتداول أو زرون فيه عمان أم عذينا شارع إلتريا مجمع تايم سنتر للطابق الرابع للاستفسار اتصل بنا على الرقم 06-400-900 التداول ينطوي على مخاطر عالية موسيقى 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 يعني كان فيه نقاش مهم جدا خلال الاستراع وخلال الفاصل عن هموم قطاع الإسكال لكن حتى نطلع من هذا إلى هذا نطلع إلى هذا المنف موضوع هموم القطاع قل لينا بس نكمل عن المدينة أنت كنت تحكي لي عن التنظيم نعم أبدأ معك بعدين أرجع للسيد كمان بفضل إيش الرؤية لازم تكون التنظيم المدينة ليش بتشجع لهاي المدينة وإن شاء الله أنها بترى النور قريبا يعني نحن في عمان فيه كثير يعني وهاي كثير منحسها شغلة مش صحيحة نعم بيكونوا منظمين منطقة على أساس أنها سكنية سكن ألف نعم أو في عدم تنظيم هاي اللي عم بصير عم تأخذ حق مواطنيا أنت اليوم اشتروا وبنوا فيلتهم مثلا أو بنوا عمارتهم على أساس أنها هي منطقة سكنية سكنية فجأة بتلاقي صار فيها مطعم كوفي شب سوق فعاد ليش أنا مع هاي المدينة هاي ممكن إنها تتجاوز كل هذا إذا أخذت التخطيط الصح وتشارك كل المكاتب المعروفة والمشهود لها اللي متخصصين في تنظيم المدن فعالأقل منكون تجاوزنا مثل هيك شغلة يعني اليوم نحن منطقة بتطلع بعدين فجأة واللهي انتقلنا لمنطقة ثانية وفي دول كثيرة في دول كثيرة منطقة الخدمات خارج السرائق السكنية وهاي كمان أهم فعلا لكن إحنا المواطن نتعود أن الدكان جنبه أبدا وأن الكوة جنبه وأن المطعم جنبه في ذلك يعني يمكن هذا السبب نعم هاي اللي حد تحكيه والله يس أنت بتعتقد أن هذا قرار استراتيجي وطني مهم جدا لا يجوز أن تتخذوا الحكومة لوحدها أكيد طبعا شو المطلوب سيدي المطلوب أنا باعتقادي أنه لابد أن يكون هناك نموذج تخطيطي سليم سياسات وطنية يشارك فيها جميع الفعاليات حتى المواطن نفسه المواطن سواء كان في المنطقة أو ابن عمان الذي سينتقل إلى تلك المناطق من وظفية دوائر حكومية ومدارس وغيرها بحيث أنه أيضا الحكومة تشجع على خلق البدائل المقبولة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا نقل الوزارات هناك يؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي للمواطنين مرة واحدة هيك فلابد أن يشارك الجميع بحيث نكون الفكرة مقبولة من الجميع أنا لا أتحدث أنه في دول أوروبا إذا بدك تهد مبنى يشارك المجتمع المحلي يصوروه لك وبيعلقوه لك لمدة سنة أو ستة أشهر وتبدي رأيك وبعدين يقوموا بالعمل نحن لا بدنا شيء يخبط علينا في البراشوت أنا مع أن يكون هناك حوار وطني حول الاستراتيجية التخطيطية هناك عندنا مخططين للمدن يجب استماع لهم موجودين بناتنا وعلقوا أيضا كثيرا خلال الفترة السابقة على الموضوع أيضا بالنسبة للمدينة الجديدة يجب أن يدرس التنظيم فيها أنا قلت أننا بدنا بيئة تشريعية حتى نوطن الاستثمار ودراسة العبئة الضريبة بالإضافة إلى أن يكون هناك داون زونينج نحن دائما كنا نطارب فيه بمدينة عمان أنه اليوم قطع دال قليلة جدا المعظمها سكن ألف وباء فألف وباء وجيم ما بتغطي حاجة المواطن الأردني ومدينة في شرق مدينة عمان يجب أن يكون إذا كمدينة أن يكون فيها داون زونينج بحيث أن يكون هناك قطع 200 و300 متر الإفراز بهذه الطريقة أيضا منح طوابق إضافية للمستثمين على غرار العبدالي أبراج ولم تنجح فكرة الأبراج في عمان حتى في الأوزي سيد كريم أننا اليوم نتحدث عن مدينة حديثة ومدينة جديدة هناك مجموعة من المعماريين ما تحدثش عن مجموعة 2017 اللي بدأوا بالفكرة وعرضوها على دولة رئيس وزراء سابق وتبنى الفكرة وتحدث فيها ثم لتقططها حكومة الملقي ثم تم تجميدها الآن قبل فترة في الأربعة الماضي كان تم الحديث عن ثلاث مدن ذكية في وسط وشمال وجنوب المملكة أنا اليوم إذا بدي أتحدث أنه 76% وما زلت أركز على هذه النقطة من سكان المملكة الأودنية يتركزوا في هذه المناطق هذه ليست عدالة وخطر وضغط على البنية التحتية لا بد من أن يكون توزيع مقدرات التنمية على جميع محافظات المملكة لأنه إحنا اسمنا المملكة الأودنية الهاشمية وقائدنا جلالة الملك هو يحكم هذه المملكة بكاملها وليس محافظات إحنا نكسب أنه هاي المحافظة الصلط وهاي المحافظة لا مش إحنا بلد واحد يجب أن يكون توزيع مكتسبات التنمية على جميع محافظات المملكة خلصاً من المدينة جديدة عليك حال هاي ملف في المدينة بدنا نسكر طيب سيد ميضال لعبة شد الحبل بين قطاع الإسكان كمستثمرين نسمع دائماً شكاوي وين مؤسسات الدولة المعنية بهذا الموضوع نعم مثل دائرة الأراضي مثل البلديات لا تزال موجودة هل تعتقد أنه الخلل أنه ما فيش تنظيم واضح بحكم المدن أو بحكم عمان زي ما أشرت أنت قبل الفاصل أم أنه في خلل بالبنية التشريعية شو أين البشكلة ليش لا من فيه جدال لا من فيه زي خلاف في الرأي بين المستثمرين لا خلاف في الرأي بين المستثمرين عموماً وبين الدولة بوجود بالحقوبة لكن قطاع الإسكان بالذات دائماً هناك شك ومرة يقول لك تعال سويلي شكاك صغيرة أنا البلد دينها شكاك صغيرة يقول لك لا شكاك صغيرة ما بدي مرة سويلي مجمعات سكنية لا مجمعات سكنية ما بدي بدي أبراج لا الأبراج بتضبطسو حباً فهذا هذا يعني التي نعم شو أسبابها وشو الحلول وشو المطلوب حتى نخرص بي والله يا سيدي إذا بدك أحكي بأماني لا لا بالعكس سؤال حلو جداً وإذا بدك أحكي وإن شاء الله أنا بدي أياك تحكي لا بعرف أنك بدك أنا أحكي بس أحكي بأمان شوف وهذا هذا إشي مش اليوم أنا اللي بحكي سر عظيم لكن هو ومعروف للكل نحن عندنا مشكلة اللي هي التخطيط التخطيط عندنا للأسف هنا ما مش ما بيكون على مدى طويل يعني اليوم أنا بيجي وزير بيعمل مخطط لمشروع ومرتب بيجي الوزير اللي بعده بنسفه بنسفه تماماً مش استقرار مش استقرار هلأ بتيجي اليوم عم نحكي زي ما حكيت لك قبل شوي على العشوائيات في التنظيم يعني اليوم طلعنا بقرار قبل فترة كان عندك الكثافة الشقق وتعدد الشقق ولازم تكون لأمتين متر لأمت متر هذا مش مزبوط يعني أنه التخطيط يجب أن يكون مدروس مئة بالمئة ثابت ويجب أن يكون ثابتاً اللي المستثمر اليوم يرتاح بيعرف أنه أنا والله خلص أنا اليوم بدي مش أنا مربوط في قرار وزير اليوم إجاء أو بكرة راح وللأسف نحن وهذه مشكلة معروفة يعني مش عم نحكي أسرار زي ما بقولوها بيجي الوزير أو المسؤول بلاش نظلنا نقول وزير بيجي المسؤول بيجيب كل جماعته طب يا أخي طب هل يشتغل هذا أنا بعرف أحد الوزارات واللي كانت وسألت معا لي يومها يقول يا أخي ليش أنت رمجت عدد كبير من الموظفين اللي عندك بلاش نقول شو اسميهم أنا ما بدي بالبرشوتات يجو علي صحيح لأنه مش همش يعني أنت رأيك هو لا يمثل حزب وبالتالي لازم جيب طريقه بالضبط هي هيك فعاد اليوم أنا اللي جاي بالبرشوت والله على هاي الوزارة هاي على هاي الدائرة كمان هذا ما رح يخلص لها فالأصل في الموضوع هو الانتماء بتكون شو تحكي الوزارة الأشغال لا لا أكيد لا هلأ خلينا نحكي بالنسبة ل نسميها نحن بالعامية طخ على المستثمرين في قطاع الإسكان هذا إيش الحمد لله موجود ولا أبرئ المستثمرين في قطاع الإسكان ولا أبرئ الناس اللي عم تنتقدهم فهذا في غلط بالموضوع حبيب لكن أنا أنت سيد كمال بصفتك رئيس جمعي وعلى اجتماك دائم بهذه القصص والقضايا نعم ومره مع دائرة الأراضي مره مع الأمانة مره مع البلديات مره مع حتى مع المستثمرين كمان وحاجاتهم وصالبهم أستاذ الكريم شو أهم المشاكل شو أهم العقد يعني أنت بسكني هتريد على العقد أنا بدي أعطيك ثلاث كيسز إحنا كان إننا كثير مشاكل بإدارة الأراضي سابقا اليوم خلال الفترة السابقة تم صدور قانون الأراضي الموحد حل كثير من المشاكل ما زال هناك بعض المشاكل لكن هناك تعاون ما بيننا وبين إدارة دائرة الأراضي بشكل عام إحنا اليوم بدي أعطيك ثلاث أمثلة على ثلاث مراكز عمل للمستثمرين عنا مدينة إربد مدينة الصلط مدينة الزرقاء ومدينة عمان إحنا نتحدث عن 65% من المستثمرين يعملون في عمان إذن نحكي 35% 24% في الشمال تقريبا والزرقاء و10% في الجنوب في مدينة إربد تحصل على رخصة الإنشاءات خلال عشرة أيام تحصل على إذن إجغال لغايات الإفراز قبل ما يصير إذن الإجغال وإتمام العملية التسهيلات اللي كانت موجودة في إمانة عمان قبل 25 سنة نعم بإربد المستثمر مرتاح عارف شلي إله وشلي عليه في الصلط كذلك الأمر في الزرقاء كذلك الأمر هل هاي المدن خارج حدود المملكة الأردنية هاشمية أنا بدي أفهم عمان بداخلها ما يحدث في عمان جريمي بحق كدهش سيدي إحنا بتقعد وإذن الإشغال كذلك الأمر كلفة رأس المال كلفة عالية المباني اليوم في عمال غربية يعني ما بتقدر باس المسروع ما بتقدر سيدي كلياتها معيقات مع الأتمة اللي موجودة ما زالت حتى معيقات طب لسه تشور لسه تشور يعني هناك إدعاء من الأمانة أنه هناك أخطاء قد تكون المكتب الهندسي والدفاع المدني يعني عندنا مشكلة إحنا مع الدفاع المدني أيضا أنت اليوم حتى تمشي معاملتك بسهولة ويسر وما عندك أي مخالفة ما عندك أي شيء ما بتخلص بأقل من خمس شهور أو ست شهور كلفة رأس المال على المليون دينار اللي بتأخرني فيهم ست شهور أنت عم ترفع كلفة الشقة عشر تلاف دينار فهذا كلفة رأس مال صحيح هذا لا يحدث لا في إربد ولا في الزرقة ولا في الصلط وأعتقد أنه مش نفس دائرة الأراضي ليس دائرة الأراضي نحن مش معاملات إفراز نحن تراخيص البناء أمانة عمان نحن قابلنا معها لأمين عمان ووعدنا خيرا هناك نقص وهذا معروف وستستطيع أنك تتجه إلى ديوان الخدم المدني هناك نقص في الكوادر الفنية والهندسية لدى أمانة عمان أمانة عمان طال بأربعمائة مهندس ويقال هناك مئتين وخمسين مهندس مطلوبين أيضا الخبرات التي تم تفريغها من أمانة عمان أو تم تجميدها أو تقاعدها أو ملوغها الستين أو استغناء خدماتها هذا أدى إلى وجود فراغ نحن سابقا أنا أحكي لك نحن نعمل في هذا القطاع منذ 25-30 سنة كنا نحصل على الترخيص المبنى خلال وكان موجود في القانون عندهم أو في النظام أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة أنت الآن إذا ذهبت درست الوضع في لبنان أو سوريا أو في تركيا أو غيرها أنت يجب أن يكون هناك تايم فريم بحيث أنا بقدم الرخصة من مكتب هندسي معتمد ونحن نملك أكبر نقابة مهندسين وهيئة مكاتب هندسية محترمة تدقق على المخططات في لبنان إذا أنت قدمت وتأخر وعليك بتروح بتباشر بالمشروع ضمن المخططات تبعتك على أن لا يكون هناك مخالفات يعاقية الاستثمار في مدينة عمان 65% من الاستثمار حجم السوق في سنة 2012 بلغ 7 مليار و700 مليون 11 مليار دولار دخل لدائرة الأراضي لدائرة الأراضي وصل 480 مليون اليوم تحكي أن حجم الاستثمار نزل لـ 5 مليار و4 مليار فدخل دائرة الأراضي صار 180 مليون إذا نزل أكثر من النص دخل أمانة عمان رخص البناء لا سيدي رخص البناء اليوم أصبح المستثمرين يتجهوا للاستثمار في الشمال وفي خارج حدود أمانة عمان وهذا سيؤثر على دخل أمانة عمان أيضا وأيضا هناك بعض المستثمرين لا يستطيع أن يذهب إلى إربد للاستثمار فيها أو إلى السلط أو غيرها ابن المنطقة أولى في الاستثمار فيها ابن اللي بيستثمر في شرق عمان ما بقدر يستثمر في غرب عمان والعكس صحيح فإحنا المفروض أن يكون هناك لا يترك الموضوع لأمانة عمان ومساندتها فورا بحيث أن يكون هناك مسار سريع ونافذة نافذة للمستثمرين بحيث أنه معاملتك خلال أيام تكون ماضية سواء كنت مواطن أو مستثمر لكن تسريع الاستثمار أنا بدل ما أبني مبنى ويقعد ست شهور أسنى دفاع مدني وست شهور أسنى ترخيص وست شهور أسنى إذن إشغال والمشروع مكلفني ثلاثة أربعة مليون هذا قتل للإستثمار أيضا إحنا لابد لما نتحدث عن الاستثمار في قطاع الإسكان لابد من دراسة العرب الضريبي إحنا في دراسة سابقة قبل 2012 قبل عشر سنوات وقبل 2013 وجدنا أنه نسبة 30% من ثمن الشقة السكنية هي رسوم وضرائب حكومية لذلك لابد من دراسة العرب الضريبي خاصة للشقق اللي بتقل عن 150 متر للمواطن إذا إذا أبني أو الأخ نضال بيبني مجمع تجاري يشتري الحديد بالضريبة 16% بس للشقة السكنية اللي بتقل عن 150 متر مع تمييز تمييز الضريبي طبعا لأنه تأمين المسكن من ضمن المسؤولية الاجتماعية للحكومة صحيح صحيح طيب سيد من الضال يعني العبء الضريبي بشكل 30% نعم هذا 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 سبب لارتفاع أسعار الشقق طيب طيب رأيك الدخل ومتواضع مثلا يعني شو سوي يعني كيف يحلم كيف يمكن يحلم إتاحة للأسف يعني هم نحكي عن أجيال الشاب نعم غير قادر ونحكي عن ناس اجداد على نعم وإحنا بصراحة لولا البنوك ما حداشتشترى شكل وتعب في رأيك كيف يعني هل الحكومة فعلا مش شايفة هذا الكلام يعني ولا بتعتقد أنه المواطن غني وبالتالي لا والله يا سيد الأكيد الحكومة هي الحكومة منوان من الشعب لو بتعثر بصير مطلوب شكرا ولولا أوامر الدفاع كان نص الناس نص الحبست نعم هل الحكومة من الشعب منوان الحكومة هي يعني برأيك أعطيني بس أنا نقاط أنا بدني منك نقاط هي لتخفيض تكاليف عليكم وبالتالي تخفيض سعر شكرا زي ما حكينا هو يعني ما بدي أحكي لك أنه ما فيه جشع من بعض المستثمرين لكن الجشع يقف عند حد معين لأنه بالأخير لكل يعني اليوم فيه إشي اسمه منافسة وفيه منافسة فيه منافسة اليوم يعني اليوم والله الأبو راكان بده يبني ويطلب سعر على شقته رح يجي واحد جنبه ويطلب أقل فعاد هي مش أنه خلينا نبر المستثمر نترك السوق للمنافسة نترك السوق الضرائب لا موجود الضرائب عالي جدا والدولي عارفة هذا الحكي ومفروض هي اللي تأخذ القرار زائدا البنوك البنوك يعني عم كثير نسبة الفائدة عندهم مرتفعة جدا يعني أنا من فترة من سنة وجاي أعتقد أنه دائما فيه رفع 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 لأسال الفائدة حتى ظروف الاستنائية لأنه في طبقهم حتى ظروف الاستنائية هم من قبل يعني زمان كانت أسعار الفائدة أسعار الفائدة على المساكن في كل دول العالم تختلف عن الضرائب التجارية بس قليل كمال ونرجع ونحكي بهذا بالتفصيل الموضوع أبدا يعني الجواب رح يكون عندي وعند الأخ كمال نفسه يجب على الحكومة تخفيض الضرائب تخفيض الضرائب أهم شيء مش بس عليكم على كل المعيقات المعيقات على المدخلات كامل المدخلات سيدي عشان ما يفهمونه غلط المستثمرين أو المواطنين صح لا بديش تخفيض الضرائب أنا مستعد أدفع ضريبة ضريبة الدخل لكن أنا أطلب دراسة العبء الضريبة ضريبة الدخل تأخذ مني اثنين ونسخه ثلاثة لكن العبء الضريبة ينزل بدفع لها 25 ألف تنزيل الضريبة تنزل لي 5 ألف ما بدي دراسة العبء الضريبة تنزل لي 100 ألف و 200 ألف عن المبنى نعم نحن 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 نمنع ضريبة الدخل لا لا ضريبة ضريبة هي ضريبة المدخلات هي اعفي نحن نزل الضريبة على مدخلات الانتاج أيها شكرا يعني تنزل سعر الشقة صحيب 100% هذا الحقيقة طب هم لما دائرة الأراضي لما عملت اعفاءات من بعض الكلف ردت التفت نعم وفرضت ضريبة أو رفعتها رسوم جديد رسوم نقل الملكية كانت بشكل عام 9% نعم هي نزلتها لكن أخذتها أفوا نزلت لأربعة ونصف بالمئة لما نزلتها بالأربعة ونصف بالمئة بال2012 ومع الأزمة المالية العقارية اللي صارت من 2008 بعدها 2019 زادت زاد دخل دائرة الأراضي لأنه زاد الاستثمار يعني أنت نزلت الرسوم لكن زاد دخلك كدائرة الأراضي لما رجعت رفعت الرسوم بدت تنزل الدخل تبع دائرة الأراضي الآن الحكومة مشكورة الحكومة قامت بتمديد العفاءات خلال السنتين الماضيات والسنتين القبليهم خلال فترة كورونا الآن ما بعد فترة كورونا هناك قانون كان مرسل إلى مجلس النواب لم يتم طرحه أو عرضه على مجلس النواب الست في المئة واحد ونصف تفرج مع المواطن لأن هذه الرسوم على المواطن نفسه أنا كشركة إسكان لا أتعامل بالفوائد الروابية معفي من رسوم نقل الملكية ومن الضريبة لذلك نحن باعتقادنا أنه زي ما تحدث لابد أن البنوك تدرس سعر الفائدة على قطاع الإسكان وخاصة للشقق التي تقل مساعتها عن 150 متر يجب على الحكومة أن تدرس العبي الضريبي على هذا القطاع وخاصة للشقق التي تقل عن 150 متر أيضا هناك أمور كثيرة لازم نحكي فيها أننا اليوم المسكن عندنا آمن أننا مكاتب هندسية مكاتب إشراف عندنا مجلس الوطني المجلس البناء الوطني يشرف والكودات هي العمارات المهدد الكبيرة نحن لم يتيج تحكي سيدي لأصل عمرها الافتراضي نحن بنينا أكثر من مليون شقة خلال 30 سنة الماضية 30 مليون شقة مجلس البناء الوطني وأنا عضو فيه بيجيهم بالشهر أقل من 20 33 أو 50 شقوة لما تحكي 600 شقوة سنويا لا شيء لأسف دهمنا الوقت لكن أنا في عندي سؤال لكل الضيفين العزيزين وأبدأ منك هل نحن بحاجة لمجلس ععلى للإسكان يعني عوضا عن وزارة يعني كان في عندي وإشه اسمه وزارة الأشغال العامة والإسكان وما زالت وما زالت لكنها هل بحاجة لوزارة إحنا وزارة إسكان لأنه تنبي الحاجة وإلا بحاجة لحيئة عليا يعني اللي تنظم هذا الموضوع بعموم المملكة لأنه أنا واضح مثل ما فهمت أنه تعامل مع قطاع الإسكان ومع المستثمرين بختلف من مدينة لمدينة نعم نعم وكأنه يعني زي أنظمة الباكة بالتحد صعيف ولاية كاريفون ولاية قوانينها عن ولاية الصلط برأيك يعني حتى الإنهاء هذا الجدل بحاجة لمضلة يعني مجلس أعلى منظم العملية أنا أنا برأيي بما يخص القطاع جمعية المستثمرين هي قادرة على أن تدير المشهد بشكل صح على أن تجد الدعم من الحكومة الجمعية هي الأصل في الجمعية هي أن ترعى مصالح المستثمرين وأن تفاوض وأن وأنك أطراف كثير يشيد ماشي هي قادرة الجمعية اللي أنا عضو فيه عضو مجلس إدارة فيها وكنت عضو لجنة مؤقتة قبل هذا المجلس أي مشكلة بيسير معها الشباب ما عم يقصروا إدارية مثالب رئيسها أو بنابو أو بالباقي الأعضاء عم بيناقشوا وعم بيراجعوا لمؤسسات المعنية وعم بيحققوا كثير للمستثمر مظلة هي شوف يا سيدي لجنة البناء موجودة نحن ما بدنا مظلات كثير يعني الجمعية كافية لكن يعني في لجنة مراقبة الإعمار موجودة في نقابة المهندسين موجودة عندنا لقابة المقاولين وزارة الأشغال والإسكان يضمق تجمع كل مدولة يعزفوا على سيمفونية كله يعزف هلأ أنا بحكي لك أنه يجب أن تأخذ الجمعية المستثمرين القطاع الإسكان دورها الحقيقي وإن شاء الله إنها بغض النظر بهذا المجلس أو أي مجلس آخر ينتخب لاحقا هي قادر ما شاء الله عنكم ما لكم لي يا سيدي ما بتعرف يعني هذا حق للجميع هذا حق للجميع ونحن ما هذه الدموقراطية بالضبط هي وزارة الأشغال العامة والإسكان هي الرائع لهذا القطاع وهي ترعى قطاع الإنشاءات ونحن فكرنا كقطاع إنشاءات بين نقاط المهندسين نقاط المقاوين جمعية المستثمرين وهيئة المكاتل الهندسية بنعمل مجلس أعلى لقطاع الإنشاءات في الأردن وبرعاية وزير الأشغال العامة والإسكان أنا باعتقادي زي ما تفضل نحن ليس بحاجة هيئات أخرى هناك عندنا جهات رقابية ممثلة بمجلس البناء الوطني ممثلة بالإشراف الهندسي الحقيقي الموجود لكن إحنا هناك هناك شوائب هنا وهناك في جميع الأماكن في ما بين المستثمرين وما بين المقاولين وما بين المكاتب الهندسية هذه الفئات يجب التخلص منها بحيث يكون عملها صحيح مئة بالمئة نحافظ على مصالح المواطن وحفاظ على مصالح المواطن هذا وطن يبنى يجب أن يبنى بسواعد أبنائه وليس بتكثير الجهات الرقابية والتفتيشية على خاصة الاستثمار الاستثمار يعمل بحرية أنا مقصيد أنا مقصيد ونجدنا تفتيش بحرية وشفرية لس ما حكيتونيش عن مشاكلكم ووزارة العمل في مشاكل وزارة العمل نحن كمستثمرين اليوم نحن 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 مع المقاولين مع المقاولين لكن هناك الكثير من التعليمات التي تتخذ من النقابات أو غيرها مسلطة على رقاب أيضا للمستثمرين أنا باعتقادي يجب التخفيف على هذه الجهات حتى تخف فيها بدورها على نعم علينا أحنا حلقة واحدة طيب أنا في نهاية هذا البرنامج أشكرك كمال عوامل رئيس جمعية مستثمر قطاع الإسكان كنت ضعيف لهذا المساء أشكرك لبال يونس أيضا عضو مجلس إدارة جمعية قطاع مستثمر الإسكان حكينا عن المدينة الجديدة وأفاقها مع ضد وفعلا يبدو أنه موضوع بحاجة مرتبر نشارك فيه جميع الأطراف حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أشكركم أعزائي المشاهدين ودمتم برعاية الله ترجمة نانسي قنقر